وزير الشباب والرياضة بيستقبل بعثة منتخبنا الأولمبي في المطار بعد عروض أكتر من رائعة الحقيقة أنا يعني أنا ما بحبش طبعا دي وجهات نظر والأمور نسبية اللي انت تشوفه حلو أنا ممكن أشوفه وحش ولا أنا أشوفه وحش ممكن يعني وجهات النظر ممكن تختلف لكن اللي ما فيش خلاف عليه هي السوابة اللي قدمها المنتخب الوطني ما اعتقدش أنه المنتخب الوطني الأولمبي أو المنتخب الأولمبي المصري اللي كان بيرعف بطولة أمم إفريقية ولا جهازه الفني لأن أنا شايف حملة هجوم على مستر روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني وناس بتقول أنه فيه أسماء تانية لو كانت تولت المسئولية كانت هتفوز بلقب البطولة يعني السيناريو طبعا مبني على افتراضات وما اعتقدش لها أساس من الواقع كل مباراة احنا عارفين تماما لها ظروفها وليها حساباتها فيش مدير فني على أي مستوى ممكن يضمن الفوز ببطولة أو يضمن الفوز بمباراة كرة القدم في كل شيء فيها وارد بشوف أنه مباراة مصر والمغرب لو اتكررت عشر مرات في ظروف مختلفة أو في سيناريوهات مختلفة ممكن جدا بل وارد جدا أنه أغلبية المطشات دي يكسبها منتخب مصر يعني المطش ده لو بيتلاعب على أرض مصر أو بيتلاعب في دولة محايدة كان وارد جدا أنه منتخبنا يكسب وحتى لو كان بيتلاعب في المغرب وبين جماهير المغرب كان من الوارد جدا لو ما اتكرتش محمود صابر في بداية المباراة أنه منتخب مصر يكسب وكان وارد أيضا أنه حتى في ظل النقص العددي وفي ظل المباراة في المغرب وبين جماهير المغرب كان وارد جدا برضو أنه منتخب مصر يكسب فما اعتقدش الولاد عملوا اللي عليهم وعندنا مهمة أهم بكتير جدا من تحقيق لقب أمم أفريقيا لو تسألني أو تخير أي حد في الجمهور النهاردة الأهم أنك أنت تكسب لقب أفريقيا ولا تجيب ميدالي أولمبية أعتقد أنه أغلب الناس هتقول لا نتمنى أننا لقب أفريقيا منتخب أولمبيا حقاها بل كده أربع مرات لكن رصيدنا أولمبيا في كرة القدم صفر رصيد صفر فنتمنى أننا نسند المنتخب ده والولاد يستحقوا مننا ده الولاد اللي عملوه في البطولة في المغرب لا يجب أبدا أننا نختزل في مباراة نهائي لم يوفقوا فيها وخسروا بغلطة غزبا عنهم خارجي عن إرادتهم بعد ما قدموا مباراة بشهادة كل المحللين ده مش كلامي أنا وأعتقد أن الجمهور الحقيقة قال شابو حتى رغم النقص العددي تقريبا كان مدة 100 دقيقة أو أكتر اللعيبة قدمت مباراة كبيرة جدا قدام منتخب في منتهى القوة معظم عناصره أن لم يكن كلها محترفة في الخارج بل أن هم كانوا ند في أوقات كتيرة جدا وكان ليهم أفضل إيه في أوقات كتيرة جدا على مدار المباراة فأتمنى أن التوجه العام يبقى دعم منتخبنا قبل ما نوصل لأولمبياد باريس طيب